السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في هذا الفيديو الذي يرحول المنتخب الوطني المغربي ولائحة المنتخب المغربي كأس أمم إفريقيا المحتمل في مركز خط الهجوم ممكن المدرب وليد الرقرائي يطلعت من يدي المهاجمة وكانت المدرب وليد الرقرائي والله يكون باقي على رأس المنتخب المغربي إلى 21-12-2025 بداية كأس أمم إفريقيا بقي حوالي نحن نفقد 16-11-2021 إذا باقي باقي بطبيعة الحال حوالي سنة وأربعة أشهر حوالي 16-11 شهران يكون باقي كيف تشرف على المنتخب الوطني المغربي إذا شي حاجة ليه متميزة يكون الرقرائي صراحة عشر كأس أمم إفريقيا رقم الجوج وكأس إفريقيا الأولى في الشلفة وحد الفاشل دارع دور ثوم النهائي فقط كأس إفريقيا شي حاجة ليه صعيبة وصعيبة بزاف صراحة للأسف شديد ثوم النهائي ما كانش طمح لأننا توم النهائي وخرجنا على يد منتخب جنوب إفريقيا منتخب صراحة كنا توفق نفوزنا على هنا بنتيجة كندن جوجل واحد التصفيات وكذلك فاز علينا بجوجل واحد علافة في جنوب إفريقيا ولكن للأسف فاز علينا حتى في كأس إفريقيا بجزء صغيره لأسف لأننا كنا مرشح أننا ننفوز على جنوب إفريقيا ولكن للأسف ضربت جاز برايو بالكعب في لعب نادي أولمبياكوس ليوناني ولكن أضع اللعب أشرف حاكي من لعب باريس الجمال الفرنسي صراحة في كأس إفريقيا كانوا بزاف ديال الدعاء مني عن ندام ما كانوش كإلياس بيز صغير لعب نادي موناخو الفرنسوي وهو إلياس أخو ماش لعب نادي فيا ريال إسباني إبراهيم دياز لاعب نادي الريال مدريس ما كانش معانا اللاعب سوفية الرحمة لعب نادي العين الإماراتي صراحة ند رباعي رائع صراحة ما كانوش معانا فلأكوب بتاع الأفريق في كأس إفريقيا خاصة ند أربعة خاصة حاكيب زياش وسوفية مبوفان اللي كانوو ملعبوش تقم المقابلة كانو هاد جوج كانو ممكن يبدل بزاف خاصة لعب سوفية مبوفان كان ممكن يبدل بزاف هذه الحواية صراحة للأسف ما ما كانوش هدل لعب ما للأسف مشيولي حال وجمي بدهو بإلياس اخو ماش اللي مع مرشاك في تاورة المجمع على المنتخب الاول فقط شارك في الالعاب الاولى بيوش تشجل هدف واحد اما منتخب امريكا كان الهدف الثالث اذا إلياس اخو ماش اللي عنده عشرين سنة كيف قامل العناصر اللي اللي ممكن تكون رائعة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي. إلياس اخو ماش كيف قامل اسماء الرائعة والرنانة للمنتخب الوطني المغربي صراحة لعب إلياس اخو ماش اللي كيف قامل اسماء اللي ممكن تكون جيدة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي لعب جيد لعب اللي ممكن يكون في الموسة والكبير صراحة اللعب إلياس اخو ماش لاعب نادي فيا ريالة اسباني عمشيوا اللعب رقم جوج صراحة اللعب مستقبل كرة. إلياس اخو ماش من العناصر رائعة صراحة اللي يمكن من التستفد من المنتخب الرواطني المغربي بشكل كبير صراحة بدون جدل او نقاش من العنص المهمة الذي يمكن التكون على المنتخب الرواطني المغربي لجبه رقم جوج المع مرعله الأיות الالة في المنتخب المغربي ريد أسليم للعب فارق المغربي المصري يحيى على الأية من العظيم حتى كنت تعرف عن أو الأود لجوانور ظهر سمجح أن يكون ج stubborn إذا ريد أسليم يمكن أيضم عضلة alright بدون نقطة تشك صراحة من العناصر المهمة اللي ممكن يكون عند المنتخب الوطني المغربي اللي عبريدة السليم اللي ممكن يكون اضافة كبيرة صراحة للمنتخب الوطني المغربي اللي بدون جداد او اني قشب طبعا بالحال لعبريدة السليم كي يبقى من الاسماء الرنانة والاسماء الجيدة اللي ممكن تكون داخل النقبة الوطنية بدون اية نقطة شك صراحة لعبريدة السليم اللي ممكن يكون من العناصر الجيدة صراحة داخل النقبة الوطنية رايدا السليم كيف determine الاسماء الجيدة والرنان اللي ممكن تعزز المنشخب الوطني المغربي رايدا السليم كيف determine الاسماء الجيدة اللي ممكن تكون داخل منتخب الوطني المغربي لعب صراحة لعب صمت زلزل اللي نشارك مع المنشخبات الوطني رايدة كبيرة كأس العالم كأس اهراض الى دائرة 03 عاما في الالعاب الاولمبيا بالمناسبة في الآلعاب الأولمبيا قدر يشجل هدفين أمام منتخبين Grant كانت أهدف رائع عبد السامة زلزولي صراحة اللاعب العنصر المهم اللي عندنا في المنتخب الوطني الآن سبا ها المستوي剛剛 dwell في الألعاب الأولمبيا في 30 المقابلات 50 في 100 المقابلت لمستهد مقابلات الأولمبيا أمام أرجنتين من أمريكا الجنوبية أمام أوكرانيا من أوروبا أمام العراق من آسيا أمام أمريكا من أمريكا الشمالية امام اسبانيا من اوروبا وامام مصر من افريقيا اذا لعبنا مع مدارس مختلفة صراحة عمشوا المواجه مرقم 4 اللي يقدروا يكون معنا في كأسه من افريقيا هذه اللائحة الهجومية بطبيعة الحال اللاعب رقم 4 اللي ممكن يكون معنا في المنتخف الوطني مغربي بدون جدرين ونيقاش في مركز خط الهجوم اللي يولعب سوفيا بوفا اللي شارك معنا في كأس العالم كأس افريقيا لعب نادي القطري حاليا وممكن نشوفوه في الاهل المصري صراحة يكون شيئا جميلة انه هو ويحيا عطية الله يشاركه في كأس العالم اريدا سليم كذلك تسولاتي كم يشارك مع الاهل المصري في الالعب الالعب في كأس العالم الاندية شيئا جميلة شيئا كلاير شيئا واعلا واعلا بالزاب صراحة نشوفوه اللاعبين مشاركين في الالعاب الاولمبياد خاصة اللاعب سوفيا بوفا اللاعب كبير من العناصر الرائعة والرنانة والمنتازة من البطان المغربي سوفيا بوفا اللي يبقى من العناصر الكبيرة والجيدة صراحة نبيلوني ايس نقطة شك لعب سوفيا بوفا اللي العناصر اللي عنده تكون فرنسى عب تصمدزه عب تكون إسبانى اما إلياس اخوه مش تكون إسبانى كذلك اللاعب ريداس اللي بتكون مغريبي عم تقول اللاعب رقم 5 بعد لعب سوفيا بوفا عمشيproduغ اسمه الياسلياس بن صغر لاعبنا دي موناكول فرناصر اليشرك معمجها الونابيع صراحة بج smoke اللعب العبنة مخ cuánt المستوى دياله ناقص شاويS 사راحة CC و مستوى ناقص شاوي lik Value من يا ردنسي يمكن تكون في المستقبل لعب عنده انتزاء تاشر سنه مستوى ناقص ما صراحة بالنسبوع إلي facebook سفيان بوفل سيكون مع نوعه في المنتخب الوطني المغربي و وأعقد إلياس بن صغير إلياس بن صغير اللي ما تشارك في دور مجمعة مع المنتخب الأول فقط يشارك في الألعاب الأولمبية شي حاجة رائعة havia علاء إلياس بن صغير لاعب شاب يبقي قادرا للعطاء والعطاء لغة و أعقد افضل نوعه في المنتخبات الوطنية لعب إلياس بن صغير اللي عنده فقط 19 عاما من العناصر اللي ممكن تكون جيدة صراحة نعم شو اللعب رقم سالي وسوفيان راحيم لعب نادي العيل إماراتي 8 بإصابة في الألعاب الأولمبية مشاركة مشرفة لعب سوفيان راحيم صراحة في الألعاب الأولمبية من العناصر جيدة جدا صراحة بدون أي نقطة شك صراحة اللعب سوفيان راحيم اللي كيف قامل الأسماء الجيدة اللي ممكن تكون داخل المنتخب بطبيعة الحال بدون أي نقطة شك اللعب سوفيان راحيم اللي كيف قامل الأسماء الجيدة والرنانة ديال المنتخب بطبيعة الحال لعب جيد ولعب منتاز صراحة اللعب سوفيان راحيم اللي كيف قامل الأسماء الجيدة والرائعة صراحة ديال المنتخب الوطني المغريبي لعب كبير ولعب جيد صراحة بدون أي نقطة شك صراحة اللعب سوفيان الراحيم اللي كيف قامل الأسماء الجيدة والكبيرة آآ لاعب الراحمة اللي كي بقى من لاسماء جيدة صراحة بداخل المنتخب آآ لاعبه جيد صراحة ان عمشي وعند لاعب نادي في نادي اولمبيا واليوناني اللي كي بقى كذلك من العنصر المنزازة wrestling اللعب نسبا سوفية الرحيم الشاركي في الالعب اوليبيا اما الايمن الكعب الشارك في كأس اثراقية. عن منتخب الوطني المغربي. لعب جيد طراحة من الاسماء رائعة اللي ممكن كليعب رهو كتالى كبير صراحة مع المنتخب المغربي. التكوين المغربي في حال وفحال اه الراحيمي. الراحيمي تكون مغربي. الكعبي تكون مغربي اما بن صغر تكون فرنسي. حال وفحال بوفل حتى هو التكوين الفرنسي. اذا هدو عناصر اللي ممكن تتو اضافار لمنتخب الوطني المغربي. شفنا مشاركة مشرفة في المنتخب المغربي في الالعاب الالبية صراحة ايوه الكعبي كيبقان للعناصر اللي ممكن تتعطي اضافة كبيرة صراحة لمنتخب الوطني المغربي بدون اي نقطة شك. بطبيعة لحال عمشي اخر اسم اللي كان في لائحة المنتخب المغربي اللي ممكن تكون مستدعى الكأس امم افريقيا. اخر مهاجب احنا كننضرو الى اللائحة فلما مركز خط الهجوم. اه اللي هو بطبيعة الحال يوصف انصري لعب نادي في تركيا بطرات تركيا يوصف انصري الشارك مع المنتخب الاول في كأس العالم كأس افريقيا وكانضر الشارك في اربعات النوصخ كأس افريقيا وجود النوصخ ديال المونديال ديال روسيا وديال قطار. روسيا شجل هدف واحد في شيباك المنتخب اسبانيا وفي قطار شجل الجوج ديالي صباح. شجل هدف بطبيعة حال امام المتخب كندا وهدف امام البرسوغة اللي كان هدف غالي وغالي شدد هدف ودي وصلنا الى مرحلة نصف نهائي الكأس العالمية وكان تاريخي هاد الانجاز هادا فاهم كيف نشاوهد الانجاز بسهولة وخاطق الاخفاق الكأس افريقيا صراحة اضطر فينا ولكن الانجاز كيبقى من الانجازات الكبيرة للكورة المغربية اننا نصلوا نصف النهائي الماضية في حاجة ليه ماشي ساهلة صراحة صعب زي باشي عودة الانجاز هنعرفي الان باقي قل من سنتين اعلنت كانت 22 شهرية لبقى نتلقى كأس العالمية امريكا وكاندا والمكسيك معرفناش وش نعمل نشط الانجاز او لا قل صعيب زي باش نعمل نشط الانجاز هاد شديكين شكرا لكم اخواني والى اللقاء